بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة مشاهدي القناة الخليجية أهلا ومرحبا بكم مجددا مع طريق التميز ومع قضايا التميز التي تهم المواطنين في كل مكان في هذه الأمة أحييكم مجددا سابقا كنا نتناول في حلقات سابقة قضايا ومشاكل تربية الأبناء في البيت قضية اليوم ليست أقل على الإطلاق وإنما نعدكم أن تكون سلسلة حول موضوع من الموضوعات الهمة الذي هو حديث الساعة في كل مكان ضمن أماكن عالمنا العربي في كل منتديات التدريب في كل المؤسسات التعليمية أمال وطموحات كيف نكشف وكيف نتعرف على المبدع يا ترى من هو المبدع ما نسبة الإبداع والمبدعين في عالمنا العربي وفي هذه الأمة ما حقيقة الإبداع ما الأساس الذي في ضوءه ينبغي أن نبني مسألة الإبداع هل هناك أسس إيمانية لهذا الموضوع يا ترى ما مقاومات المبدع والإبداع ما الوجه الآخر لعملة الإبداع هل هناك نظم إرشادية ينبغي أن تتبعها هذه المجتمعات واتجاه المبدعين كيف يستفيد المجتمع من المبدعين يا ترى هل ابنك مبدع وانت بتتعاطي وتتعامل معاه على أنه إنسان خارج عن ما هو مألوف وتصفيه أحيانا بأنه شأي وتصفيه أحيانا بأنه مخالف للأوامر وما شابه ذلك فتقتلي في ملكة الإبداع ما معوقات الإبداع إلى آخرها من القضايا الهمة التي يسعدنا أن يكون معنا ضيف حبيب عليكم وعلينا وعلى هذه الأمة وعلى كل من يشاهد هذه القناة الآن ضيفنا محبوب لدينا جميعا له اسمه وله سمته إذا ذكر اسمه في وسط الجامعات العربية والجامعات المصرية وبين من يقوم بالتدريب في هذه الجامعات نجد صدى هذا الاسم في القلب والعقل والوجدان دائما هو أب وهو أخ وهو أستاذ وعالم من العلماء الأفاضل في هذه الأمة بل هو أحد كبار خبراء التدريب في العالم أجمع وهو أحد رواد المدرسة التدريبية والخاصة بالتنمية البشرية ومدرسة الأماط الشخصية عمل لفترة طويلة بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية هو ابن من أبناء مصر يحب هذا البلد ويعشق هذا البلد في إماءاته وتصرفاته هو محب ومحبوب محب لبلده محبوب لكل من يتعامل معه في قاعة التدريب أو في المحاضرات أو في اللقاءات الولدية هو أب وأخ وعالم في كل الأحوال يسعدنا أن يكون معنا أستاذ الدكتور يحيى عبد الحميد أستاذ بجامعة أسيوت عالم عظيم من علماء الإبداع ومن علماء التدريب أستاذ بجامعة أسيوت وخبير التدريب والتنمية البشرية وهو صاحب كشاف الأماط الشخصية باللغة العربية لمن أراد أن يتعرف على نمط شخصيته وهذه رسالة في غاية الأهمية للسادة المشاهدين طبعا طلبت منه أن نسجل بعض عناصر السيرة الزيتية فكتب لي سلاسة أسطر فقط في حين أن السيفي وأنا شاهد على هذا الأمر تتجاوز الخمستاشر صفحة لسنا الآن في محل عرض هذه التفصيلات ولكن يكفينا أن يكون معنا قلبا وقالبا لكي تستمعوا إليه وتأنسوا بكلامه حول هذه القضايا التي طرحتها عليكم والتي أرحب به ابتداء أهلا ومرحبا بك في الخليجية وأهلا ومرحبا بك في قضية الإبداع أنا دكتور صلاح وأنا بشكرك وبشكر القناة الخليجية على استضافتي وبشكرك أيضا على التقدمة اللي يمكن أستحق بعضها هذا حقق علينا وأهلا ومرحبا بك مجددا أيها الأحبة حتى لا يمر الوقت بنا سريعا نبدأ سويا نتجول معه خلي بالكوا استفيدوا منه أوي بكل كلمة والناس اللي هتتصل تجتهد أن تستفيد من وجوده معنا اليوم أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا وكل سعادة بوجوده معنا في هذا المكان وأتمنى أن لا يكون هذا هو اللقاء الأخير ودائما يكون بيننا في كل مكان وفي كل وقت أستاذنا الحبيب الإبداع كلمة تقال وتردد في المؤسسات والمنتديات الإبداع من وجهة نظر أستاذ دكتور يحيى عبد الحميد إبراهيم